تتواصل منافسات بطولة سموة للعهد الكبرى الثالثة للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية حيث شهد ختام مسابقة رماية الترب منافسة قوية بين رماية الكويت على المراكز الأولى تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير أن تكون البداية بهذه القوة الفنية والتنافسية لبطولة الرماية الكويتية فالتفاؤل سيكون مؤكدا أكبر بمواصلة رماية المنتخب إبداعاتهم في لعبة الرماية فعلى مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي تتواصل الأجواء الحماسية التنافسية بين الرماية من أجل وصول لمنصات التتويج في بطولة سمو ولي العهد الكبرى الثالثة ففي ختام مميز لمسابقة رماية الترب تنافس الأبطال من أجل الحصول على الذهب والفضة والبرونز وسجل البطل ناصر المقلد حضورا لا فتن بعد أن خطف المركز الأول من أمام الرامي المتألق طلال عبدالطرق رشيدي في حين حل الرامي يوسف طامي بالمركز الثالث فالأرقام التي سجلها الرماية تعد أرقاما عالمية باستياد الأطباق روي شيء حمد لله حققت المركز الأول في بطولة ولي عهد طبعا هذه البطولة مهمة جدا لنا وحمد لله حققت المركز الأول أشكر القناة الكويت على اهتمامها في هذه البطولات وشكر لكم على جهودكم الطيبة الحمد لله حققت نتيجة جدا مرضية وجدا عالية وأيضا بالفاينل كانت المنافسة جدا غوية مع أخوي البطل ناصر المقلد حققنا النتيجة العالمية في البطولة المحلية التي قيمت في الكويت وتعتبر هذه البطولة بالنسبة لي أنا يطلال هذه التجهيز إلى بطولتي القادمة إن شاء الله في القاهرة بعد عشرة أيام اللي هي بطولة بطل أبطال العالم اللي هي أفضل 12 لاعب إن شاء الله في العالم سوف يشاركون في هذه البطولة والحمد لله أنا حصلت على من أفضل 12 رامي في العالم إذن بداية قوية ومبشرة لرمات منتخبنا الوطني فعلى هذا الرتم العالي يطمح الرمات لمواصلة الإنجازات وسط اهتمام ودعم كبير يقدمه مجلس إدارة نادي الرماية بقيادة المهندس إدعيج العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتين الرماية وبقي أعضاء مجلس إدارة نادي الرماية راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت